اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بالخير فهذا اليوم الجميل يوم الثلاثاء الجميل طبعاً أحب يوم الثلاثاء مثل كل الثلاثة أقول لكم لأنه يوم هادي بعيد عن زحمة الأحد وعن ربشة الخميس نصبح عليكم بالخير من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المتميزة دائماً وأبداً إذاعة نور دبي في البداية أرحب أوشي بالطاقة الموجود معاي في الأخراج والقواسمة صباحك ورد وفي التنسيق ميرا صباحك وردي ميرا ميرا مشغولة ترتب لي الحلقة وهاي محدثاتكم دكتورة لدى الملة محمود إلى الآن في إجازة نوعاً ما تابعوا على وسائل التواصل شوفوا رحلتها رايح مكان جداً 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 جميل وغريب شوية فلتمنى على التوفيق إن شاء الله يرجع هم شي بالسلامة من رحلة العجيبة نذكركم أرقام التواصل 600-551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الإنستجرام ما شاء الله الإنستجرام لايف اليوم ما شاء الله نشيطين نفتحنا الإنستجرام لايف صباح الخير صباحكم ورد حياكم الله نزين نروح لدراستنا لليوم شو تقول الدراسة؟ تقول ماذا يحدث عند استخدام فرشات الأسنان لفترة طويلة يؤكد الأطباء على أن فرشات الأسنان التي تستخدم لأكثر من ثلاثة أشهر تصبح غير فعالة بل وتغدوا سبباً في مشكلات عديدة للفم والأسنان يمكن لفرشات الأسنان القديمة التي تحوي أكثر من 100 مليون بكتيريا هذه ليست فرشات أسنان 100 مليون في الفرشة مما يجعلها سبباً في أمراض مختلفة لذلك يجب تعقيمها بين فترة وأخرى بوضعها في الكحول أو الماء المغلي وعدم استخدامها أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر ما نستخدمها أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر من الأمراض التي تسببها الفرشة القديمة التهابات اللثة إذ قد تحدث جروحاً مشهرية في اللثة والغشاء المخاطل للفم مما يجعلها بوابات ودخول الجراثيم إذا لم يتم علاجها طبعاً في الوقت المناسب قد تسبب فقدان السن كما يجب تجنب وضع الفرشة بعد تنظيف الأسنان في حاوية خاصة إلا بعد تشفيفها تماماً لأنها قد تتعفن إذا بقيت رطباً يعني تعرفون الفراشي معها الغطى لازم ما نسكرها وهي مبللة عشان ما يصيبها العفن وإذا كانت الفرشة تكرموا في الحمام وكان هناك مرحاض فيجب تنظيف الفرشة جيداً وعدم تركها نهائياً في هذا المكان لأنها تصبح مأوى لأنواع عديدة من البكتيريا يعني هالدراسة حفيها أكثر من نقطة مهمة فعلاً ممكن كثير من الناس يكون غافلة عنها أولاً دائماً نقول فرشات الأسنان تستخدم فقط لمدة ثلاثة أشهر أو شهرين حسب طبعاً استخدامكم أنا عن نفسي وأستخدم فرشات الأسنان كثيراً طوله اليوم يعني حتى بيتنا يعني دائماً يطنزون علينا أنا أفرش أسناني خمسة إلى ست مرات في اليوم أمي دائماً تقول لدى ما تتفرشين أسنانك أنا أحس ما أدري هو طبع فأعتقد شهر لازم نفر فرشاتي طبعاً لأنه إذا نحن نفرش ثلاث مرات في اليوم شهرين ثلاثة شهرين تفرينها ولا شو رايك والي أنت كم تخلي فرشات أسنانك برتين ما تصبحوا في الليل والله وبعد الأكل ما تفرش ليش لا بعد الحلويات على أقال بعد الوجبات الدسمة لازم تفرشون أسنانكم ها والي قول لا فأنا فرش صراحة وايد أربع عشر ساعة فرش أسناني فلازم أعتقد أخليها أكثر أخليها بس شهر ووفرها رقم واحد رقم اثنين في دراسة قريتها من الزمان عن أنه فراش الأسنان اللي نحطها تكرمون رف الحمام اللي يكون جريب المرحاض كل مرة نحن ندق الزر المرحاض هذا يمشي الماء قوة دفع الماء تكون فيه جداً قوية الماء ينتشر في الهواء في الحمام وينزل على فرشات الأسنان هاي دراسة قريتها من الزمان ما سمعت حطر الموضوع بعد هذا لكن أتشوفها الآن مرة ثانية ردنا بيقولون نفس النقطة أنه لو فرشاتكم محطوطة على الرف من غير غطة وتكرمون الحمام المرحاض جريب منه ممكن تتلوت الفرشة مالتكم فش نسوي؟ أحيان الناس تقول الدراسة نفسها تقول مفوض ما نغطي الفرشة الصحيح ما تغطونا وهي مبللة لازم تريونها تنشف نشفها باستشوار عقب سكروها وحطوها أو ممكن معظم الحمامات الكرومونية نحن فيها خزائن ممكن نحطها داخل الخزانة عشان ما تكون معرضة للبكتيريا أنا صراحة أوسوس أحطها برع كشفة سبحان الله دبانة حشرات تمشي عليها لا لا أوسوس أحطها داخل خزانة الحمام وسكر عليه بعد ما نشفها بس لاحظوا فرشات الأسنان نفسها يعني إحنا نفرش أسنانها منع للتسوس بالتالي لمنع تساقط الأسنان وغيرها لكن لاحظوا دراسة الشي تقول فرشات الأسنان القديمة تسبب التهابات اللثة هل التهابات تحدث جروح في اللثة والغشاء المخاطي ويسوي بوابة لدخول جراثيم وممكن تسوي فقدان السن فهي نقطة جدا مهمة بما نتكلم عن تفريش الأسنان دائما السؤال ينسألنا كأطباء أسرة دكتورة ولدي ما يحب يفرش أسنانها عيالي ما يحبون يفرشون أسنانهم شو أسوي؟ قبل هذا تشوف ماشار نصب تفاعلين معي على الانستجرام لايب عن سافة تفريش الأسنان شي يقولون يقولون صوتش متغير دكتورة من الجو الغبار ويد ماشاء الله غبار برا عندي سؤال الدكاتور يمرضون؟ أجل الدكاتور يمرضون ممكن حتى يمرضون أكثر عن غيرهم ماشاء الله ممكن ما أتعرض للجراثيم دكتور سلمان بعبار تحييلك يأكد نحن نتعرض للمرضى أكثر من غيرنا فيه ناس كانت تقول لا الطبيب التنبني مناعته يكون مناعته أقوى لأنه يتعرض كثير من الجراثيم لا والله ما لخص أنا بالنفسي ويد أمرض يعني ويد ألقط من المرضى اليوم إجازة لا والله مو بإجازة من هو إجازة؟ اليوم مو بخميس اليوم مو بجمعة الغبار لاعب فيه لعب فعلا غبار فعلا فجأة سواء تعصفة رملية في الخارج عندي مسواك المسواك بحد وايد جميل وايد زين استخدام مسواك طبعا عندنا من السنة النبوية استخدام المسواك بس المشكلة في المسواك هي مشكلة بسيطة كثير من الناس ما تعف تستخدمها بالطريقة الصحيحة الناس هاي تستخدمها تقولك بدل الفرشاة والمعجون لكن ما تستخدمون بالطريقة الصحيحة فبالتالي ما يقعدون يستفيدون منها في لس تركز فقط على طريقة تنظيفها لا وحتى المسواك ترى لازم كل فترة نقص مننا القطعة لنستخدمها عشان تطلع عندنا القطعة النظيفة فيبالع عناية خاصة ترى للمسواك مو بس أي استخدام نفترض ان رح يساعدنا في حماية أسناننا دكتورة صباح الخير شو رايش اللي يستعمل فرشاة مدة طويلة تقولنا نقول بطيح ضروسة الجراثين تدخل عندها في اللثة لازم بدلون فرشاتكم اتذكر في معرض من المعارضة الطبية اظن اذا ما خانتني الذاكرة لقيت فرشا هي تذكرك انه وقت تغييرها انه لازم تغيرها خلاص فيها مثل الارم بعد شهرين اظن ثلاثة شهور تعطيك الارم لازم اتفرها والناس اللي تحب تحافظ على الاثريات مالتها على الفرشات أسنان فترة طويلة مفوطها الارم يفجر الفرشاة عشان ما يستخدم الفرشاة مرة أخرى خلاص يتخلصون منها وفيه طبعا تقنيات الحديثة الفرشات فرش الأسنان الكهربائية المربوطة بالتطبيقات الذكية على التليفون تعطيك متى مفوط تتخلص من الفرشاة حتى قبل مرور ثلاثة شهور بناء على طريقة استخدامك للفرشاة تذكرون كان فيه فرشاة تكلمت عنه في صحة وسعادة مربوطة بالتطبيق على التليفون طريقة تفريشك للأسنان تعطيك ملاحظات انك نسيت الجهة اليمين نسيت تفرش الأسنان اللي فوق بطريقة صحيحة اتراويك الأمناطق اللي انت ما فرش فيه أسنانك صح اتراقبك هيا وال ولا اتطرش طبيب أسنانك اتطرش طبيب أسنانك تقول له ترى هو ما فرش بطريقة صحيحة ولما تسير عن طبيب أسنانك يعاف طريقة تعناتك بالفم وكم مرة فرشت فما فيه انا تشذب على طبيب الأسنان اقول انا فرش ثلاث مرات وهناك افرش مرة اذا فرش بعد مرة طبعا ففيه تقنيات حديثة تساعدنا ننحفظ على الأسنانك ويجماعة صحة الفم ترى وايد من الناس ما تنتبه ان صحة الفم شيء أساسي لصحتنا ان الفم بوابة البكتيريا عدد البكتيريا اللي عندنا في الفم لا يحصه وكل هذا اذا انا ما اهتمت بأسناني فانا اغذي هالبكتيريا وحاولها البكتيريا مضرة ابلعها تروح في الجروح وتسبب لي أمراض عندي حين سؤال دكتورة سؤال متشر في السوشيال ميديا الدكتور اذا مرض كيف يبمرضية يصير عن دكتور ثاني ياخذ مرضية شو أحسن معجون ما في أحسن معجون لازم المعجون استخدمي يكون فيه فلورايد هم شيء ولازم تغيرون المعجون نفسه يعني الناس تتغير الفرشاته وتنسى تغير المعجون ليش لازم نغير المعجون نفس ما حنوصي دائما نغير الصابون ونغير الشامبو لأن بكتيريا جسمنا تتعود بعد مدة على المنتج نفسه فدائما احرصوا كل ثلاثة شهور أو شهرين بتغيرون فرشاتكم كل ستة شهور غيروا معجون الأسنان مرة بتلاحظون حتى في اللثة يا الفرشة قاسية يا أنا عندكم مشاكل في اللثة لازم تشوفون طبيب الأسنان دكتورة هل فعلا بعد استخدام معجون من الأفضل عدم غسل الأسنان بالماء للاستفادة من الفلورايد هيا سؤال مهم ها طبعا أكثر شيء في الأطفال إحنا الأطفال لما نقولهم للأمهات فخلي فرشون أسنانهم لا يغسلون حلجهم بعد التفريش لأن الفلورايد يتم على الأسنانهم طبعا الطفل ما يغسل ما يفرش بطريقة صحيحة ودقيقة فيتم بعض الأكل فخلي الفلورايد داخل هيا ولا يدخلوا ميغسلون حلجهم ها تأخرت كأني شوي على الفاصل دقيقة رح أطلع فاصل إن شاء الله بعد الفاصل نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة في حد يقولي على إنستجرام لايف ولدي يبلع المعجون يتحرى حلاوة فقمت ما خلي فرش أسنانه لا لازم تخلي فرش أسنانه التفريش نفسه هو اللي يساعد إن يطلع الأكل من الأسنان من دراستنا بخصوص مع جيل الأسنان لين دراسة يديدة أو موضوع يديد مهم وهو الأمراض المقاومة للأدوية والمضادات الحيوية في الفترة الأخيرة تصاعدت عدة تحذيرات تطلقها منظمة الصحة العالمية تجاه خطر مقاومة الأدوية المضادة للفيروسات والمايكروبات المنظمة قالت في تقارير رسمية متتابعة إن العالم يواجه هذا الخطر اللي هو خطر مقاومة المضادات الحيوية اللي يهدد صحة الإنسان وحياته وأصبح من الضروري التحرك سريعا لحل هالمشكلة لسيما أن بعض من جوانب مقاومة الأدوية المضادة بات مرتبطا بالعديد من الأمراض الفيروسية الخطرة والمزمنة يعني بيتكلم عن كيف مقاومة المضادات الحيوية وهالموضوع المهم والقضية المهمة بيكون معنا في الستوديو الدكتور سلمان عبد العزيز أخصائي الأمراض الباطنية في مستشفى راشد صباحك وردكتور سلمان صباحك سكر دكتور أنده هذا حديث الشارع الطبي بالفترة الحالية صحيح حبينا نتنور بنورة بي ونتنور بنورة شدكتورة الله يحليك المضادات الحيوية قبل ما نبدأ هي الأدوية التي تستخدم لتخلص من البكتيريا أو الفيروسات أو الفتريات أو الطفائليات بصورة عامة لكن ذا بنتكلم عن مقاومات المضادات الحيوية تعريفها بشكل بسيط هي فشل هذه الأدوية في قتل البكتيريا أو المكروبات أو منع تكاثرها نعم لو قلت لي طبعا هل هذا الشيء ظاهرة مختصة بس أروقة المستشفيات هي طبعا لا الآن امتدت إلى المجتمع المفتوح نعم يعني كميليتي وحسبيتل بيزد بروبلمز نعم للأسف الآن صار قبل كان نوع معين البكتيريا هو اللي منتشر في المجتمع خاصة المجتمع الآن بدأت تنتشر أو تظهر أنواع كثيرة من الميكروبات يوم تطلع موضة اللي هو الحمى الخنازير يوم تطلع اللي هو السارز يوم اللي هو الكورونا فيروس نعم فصارت تتعددت القضايا والموضوع واحد هو البكتيريا أو الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية نزيل ها موضوع مقاومة المضادات الحيوية نحن نتكلم عنه بين فترة وفترة بس أصلا متى بدأ دكتور سلمان؟ بداية الموضوع في نهاية 1940 ميلادية قديم يعني جدا طبعا قديم وتنبأ وفي أنه راح يكون معقد بصورة أكبر مع الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية كانت القصة هي البكتيريا الغرام بوزريف بكتيريا زينا أو نقول بكتيريا بصورة عامة بدأت تقاوم مضاد البنسلين ما كانت التوقعات بهذا الحجم الآن يعني صارت في البكتيريا الموجودة في يعني ما نحدد الجغرافيا بس بصورة عامة اللي هو تقاوم معظم أو جميع المضادات الحيوية وهذا الملف خطير جدا لأن فشل علاج المريض يعني كارثة صحي أنزين أنت ذكرت الخطر أنه مقاومة المضادات الحيوية تمثل خطر على صحة المريض شو المخاطر الممكن في وعد ناس غافلة عنه لما نتكلم عن مقاومة المضادات الحيوية يقولون شو المشكلة يعني مضاد واحد مقاومة للبكتيريا بناخد مضاد ثاني شو المخاطر المترتبة على أن جسمن يكون مقاوم أو البكتيريا مقاومة لسلالات معينة من المضادات الحيوية المخاطر ليست طبية فقط على العموم المخاطر أيضا اقتصادية يمكن نحن ما نلتفت لها بصورة واضحة صحيح بعطيت أرقام خطيرة جدا نشرت في خلال السنتين اللي فاتوا في أمريكا مليونين مريض يصابون سنويا بعدوى عن طريق بكتيريا قد تقاوم أقل شيء مضاد حيوي واحد أو أكثر حجم الملف هذا الطبي خسائرة أو كلفة سنويا 20 مليار دولار أمريكي سنويا عالميا مبلغ ميزانية دولة هذه على مضادات حيوية مقاومة المضادات الحيوية تصوري عالميا هذا الملف يكلف 60 مليار دولار سنويا على الأقل وأقول لك بعد زيادة على هذه إنه هو لو إحنا يعني استغلين بس 20% من هذا المبلغ في الإجراءات الوقائية لمن حدوث البكتيريا المضادات الحيوية لكان تخلصنا من هذا الرقم المهول بالضبط نزل نحن السؤال دكتور سلمان شو السبب إن البكتيريا قامت قام مضادات الحيوية هل العيب في المضاد ولا العيب في الناس اللي تأخذ المضاد ممكن الاثنين ممكن الاثنين أنا أتكلم عن أول شيء العبث بالطبيعة نعم يعني هو general concept واللي يعني حتى لو نتكلم بصورة عامة مثلا المصانع لو إن كانت في منطقة مأهولة بالسكان أحدثت ضرر على البشر تلوث بيئي ممكن نسوي زين خلينا نتكلم عن استخدام المضادات الحيوية بصورة مفرطة أو غير مبررة نعم سواء بين البشر أو بين الحيوانات في المزارع نعم بين البشر ما في إنسان ياخذ مرض أخذ على طول مضاد حيوية بدون أي وصفة طبية أو استشارة طبية ومع الوقت تولدت البكيرة المضادة لل المضادات الحيوية صحيح في بعطيت يعني في بعض مزارع الدواجن أو مزارع الحيوانات نعم قاعدة تستخدم المضادات الحيوية لغرضين قد يكون اعتقاد خاطئ المضادات الحيوية تساعد على نفخ الحيوانات خصوصا الدواجن المضاد ينفخ الحيوان ممكن مضاد ديام رب ربا يعني ديام رب ربا أيها بالضب دواجزي ساكلن يساعد على أن هي تربرب أوكي ممكن بعض مزارع اللهو الحيوانات تعطيها مضادات حيوية مع الأكل في اعتقاد أن هذا يطور نموها وبيضاف إلى أنه يمنع حدوث الالتهابات البكتيرية عند هذه لما تتعرض إلى المرض فلكن شو السيكوينس أو شو اللهو العواقب المترتبع نعم البكتيرية مضادة للأنتيبواتيكس فهذه ويد معقدة الآن نحن ندفع الثمان لهذا الممارسة الممارسة نعم نعم فأنت قد يعطونهم عشان يخلونهم رب ربع أكثر ويقاومون البكتيرية أو التهابات البكتيرية في الدجاج المربى في المزارع هل نحن بعدين يمناكل الدياي بعد ناخد من المضاد لا ما يكون موضادة ما ينتقل لكن هي مسألة مثلا بكتيريا الإيكولاي أقول لك حين صارت هذه مربرها في المزارع تقارير طبية وبحوث عالمية يقول لك أن هذه البكتيريا الإيكولاي أصبحت مقاومة لـ 35 نوع من مضاد ذات والإيكولاي يعتبر للناس الذين تعرف بس دكتور سلمات تقولهم هالإيكولاي وين تكون موجودة يعني كثير هي شائعة بحيث أن يفهمون حجم المشكلة لما بكتيريا منتشرة مثلا إيكولاي مقاومة 35 نوع وين إيكولاي تسبب أي نوع من الالتهابات أكثر شيئا هو الالتهابات البول صحيح لكن ممكن تنتشر في أرواقة المستشفى تحب تتعيش في أرواقة المستشفى صحيح لكن نحن نقول علاقة تعايشية وزين إذا أنت اعتديت على البكتيريا هي تعتدي عليك إذا أنت سلمت عليها وكنت أوكي مسالم معها هي تكون مسالمة معك صحيح فهذا المبدأ بصورة عامة لكن البكتيريا قد تحدث أي نوع من الالتهابات صحيح إن زين الناس طبعا دائما فكرتها على المضاد الحيوي لما الدكتور يصف لهم المضاد ويقولهم لازم تكمل الكورس سبعة أيام أو خمسة أيام ما توقفه حتى لو وتحسن نعم عدم التزام بأوامر الطبيب هاي هل يسن في زيادة مقاومة المضادات الحيوية بالتأكيد الأنتيبواتيكس أو المضادات الحيوية لما المريض يأخذها أولا استشر طبيبك قبل تناول المضادات الحيوية قد لا تكون هي المناسبة لك أولا صح أوكي استشر طبيبك إذا كم الفترة المطلوبة للمضاد الحيوي إذا تحسنت وصرت أوكي ووقفت الأنتيبواتيك قبل الفترة المحددة نعم هذا يعطي فرصة إلى المكروبات أنها تتولد طريقة لمقاومة المضاد وكذلك أن الإفراط في مدة الأنتيبواتيك أو تناولها قد يعرضك لبعض البكتيريا الثانية ممكن تنشط بسبب أن أنت سويت سابروشين لبعضها وخلت البقية أنها تتولد مثل البكتيريا اللي عاشها في القلون ممتاز نحن بس نذكر أن موضوعنا في هالفقرة عن مقاومة الأمراض لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ورقم التواصل معنا على 600-55-14-14 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لاب على نورد بي على الإنستجرام دكتور سلمان فيه بعض نقطة ثانية من استخدام مضادات الحيوية هي كانت تطلع عليه دراسات أن المضادات الحيوي سوء استخدامه يأثر على البكتيريا المفيدة نحن عندنا في جسمنا بكتيريا المفيدة أولا موجودة نسميها نورمال فلورا لدينا فهل يرتبط هذا بزيادة مقاومة المضادات الحيوية والفعل المضادات الحيوي يأثر على البكتيريا الطبيعية التي لديها في الجسم كل الملفات مرتبطة مع بعض والمصير في النهاية موضوع معقد أكثر من اللازم استخدام مضادات الحيوية بصورة مفرطة قد يؤدي إلى تولد البكتيريا المقاومة لمضادات الحيوية قد ينشط بعض البكتيريا الموجودة بتعايش في داخل القولون والسبب هو التهاب القولون اللي هو سودوميبرينيسكولايتس نعم كل الحالات علاجها معاقية علاجها معاقية صحيح نعم الزكام في الزكام تاخذ مضاد ولا شيء فائدة لماذا؟ بسبب الزكام أكثر الشاع بسبب الفيروسات صحيح الفيروسات لا تشتغل صحيح لكن الناس عندما تكون تعبانة تقول لا دكتور عطني المضاد لكي تحسن لكنه لا يتحسن لأن المضاد ما يشتغل على الفيروس طبعاً طبعاً أنا ما أقول الوقف الأنتيبوتكس عن كل المرضى ببببط لكن إذا أنت مثلاً مصاب بأعراض زكام قد تكون فيروسية قد تكون بكتيرية على النسبة الأقل لكن استشر طبيبك هو الأدرة بأي مضاد قد يناسب ممكن أن هذا الدكتور يعني يسوي بعض الفحوصات التأكيدية أن تشير هذا الزكام بكتيري أو فيروسي صحيح فيجب الالتزام أو استشارة الطبيب قبل تناول مضادات الحيوية بالضبط الدكتور سلمان على السريع نتكلم شو دور التطعيمات في مقاومة المضادات الحيوية وشو دورنا عشان نقلل مقاومة البكتيرية لمضادات الحيوية في كذا استراتيجيات لمنع تولد البكتيرية المقامة والضادات الحيوية مثل ما ذكرت أوش هي التطعيمات التطعيمات المناسبة للالتهابات الرؤوية تؤدي إلى انخفاض استخدام المضادات بنسبة 47% المستخدمة عالميا في دراسة في أمريكا 40 مليون مصاب بالالتهابات تنفسية كلهم أخذوا مضادات حيوية سأخذوا دراسة تخصصية لهم طلع أن فقط الثلث منهم كانوا يحتاجون إلى مضاد حيوي معناها أن في سوء استخدام بالضبط للمضاد الحيوي صحيح كذلك الأورنس كامباينز أنه لازم تفعل حملات التوعية اللازمة بين أطياف المجتمع ديشي أو هيئة صحب دبي عن طريق وسائل العالمية المنتشرة أوكي في المجتمع سواء إذاعة تلفزيون أو عن طريق الله هو السوشال ميديا ترسل رسائل توعية دائماً بصورة مستمرة عن هذا الموضوع صحيح فأنا أنصح أننا دائماً نحن نواصل هذا الحملة التوعية بصورة مستمرة في شيء مهم وهو الهاند هايجين نظافة اليدين نعم نظافة اليدين جداً ضرورية الدراسات كلها تثبت أن نظافة اليدين سواء خارج المستشفى أو داخل المستشفى قبل زيارة المريض أو بعد زيارة المريض تمنع من حدوث البكتيريا المقابلة للضادات الحوية أو انتقال الفيروسات أو المكروبات بين المجتمع ممتاز وكذلك اللي هو وسائل التشخيص الصحيح هذه موجودة داخل مستشفيات هيئة الصحة في عندنا اللي هو ماركر بروكالسلتونيني يأكد أن هذه بكتيريا وتحتاج إلى الاتهاء اللي هو علاج عن طريق المضادات الحيوية كذلك استراتيجياً هو السطر الأخير ترشيد استخدام مضادات الحيوية صحيح أنا شكراً لك دكتور سلمان صراحة موضوع جداً 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 مهم يبالى حلقة كاملة بها الموضوع لأنه فعلاً هو ترند حالياً سوء استخدام مضادات الحيوية ومقاومة البكتيريا بس إن شاء الله نحن نخذك في حلقات قادمة ونتكلم بإسهاب أكثر عن الموضوع إن شاء الله إن شاء الله شكراً لك دكتور سلمان عبدالعزيز أخي الصاهي الأمراض الباطنة بمستشفى راشد وجودك معانا اليوم وأتمنى لك نهار سعيد شكراً جزيلاً ونرجع بإن شاء الله بعد الفاصل صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة في سؤال وصل للأسف بعد ما طلع دكتور سلمان كان عن رأي الدكتور بالأدوية اللي تحوي بكتيريا مفيدة اللي يسمونها البروبايوتكس فهنا سأل دكتور سلمان عن الموضوع وقال ينصح فيها لبعض المرضى لكن الناس اللي عندها مشاكل في المناعة ياخدونه سمح الله كيماوي أو مناعتهم ضعيفة جداً جداً لسبب من الأسباب يفضل ما ياخذون هال المنتجات التحتوي على هالبروبايوتكس اللي ممكن يسوي لهم التهابات نزين حين نروح لموضوع هالحلقة ذكركم أوشي برقام التواصل 600-551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين نايف عن نور دبي على الإنستجرام اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوب ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مؤخراً استراتيجية الصحة النفسية في إمارة دبي 2017-2021 ضمن إطار تحسين الوضع الصحي للسكان وتعزيز الصحة النفسية بشكل عام وهذا ما يوعد خطوة مهمة على طريق الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الذي تعمل عليه هيئة الصحة بالبي وهو الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة حول موضوعها الاستراتيجية استراتيجية الصحة النفسية يصرنا يكون معنا في الاستوديو الأستاذة فرح عقل أخصائي التخطيط الاستراتيجي في هيئة الصحة صباحة شوارد استاذة فرح صباحة بل الجميع انت اسمت استاذة فرح وانت ما شاء الله روحت شعينة فرحاً شكراً استاذة فرح أول شيء نسألت عن نبدأ عامة عن استراتيجية الصحة النفسية شو هي الاستراتيجية هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم استراتيجية الصحة النفسية هي استراتيجية عدتها هيئة الصحة بالتعاون مع جميع المعنيين والشركاء على المستوى الوطني والمحلي مدتها من 2017 إلى 2021 الغاية الأسمى للإستراتيجية هي تحصين الصحة النفسية في إمارة دبي من خلال تطبيق منظور منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية وهي أنه في ثلاث عامل بتأثر بالصحة النفسية عامل بيولوجية اجتماعية ونفسية ولذلك كان في تنوع كبير في المبادرات المحاور والأهداف من أجل تغطية هذه العامل الثلاثة رح تركز الاستراتيجية على زيادة الوعي بأعراض وعلامات أمراض الصحة النفسية والعامل الخطر مرتبطة بها وكذلك تقليل الوصمة المرتبطة بأمراض الصحة النفسية كذلك رح تركز على حملات الوقاية والتوعية والتدخل مبكر من أجل تقليل مضاعفات الأمراض النفسية وعب الأمراض النفسية يعني الهدف ما ننطر الناس لغاية ما تمرض حتى تجينا الهدف لا أنه نحن نزيد من قدرة الناس حتى أقلم مع ضغطات الحياة حتى يزيد وعيهم الشخصي كيف يعزيزوا صحتهم النفسية مثلا كثير من الستات بعض دول ولادة بصير عندهم حالات اكتئاب بصير عندهم أعراض هما ما بيكونوا وعيين لها ليه؟ بسبب قلة معرفتهم بحالات الصحة النفسية حتى بقلة معرفة الناس المحطين فيهم فنحن إن شاء الله من خلال هاي الاستراتيجية رح نوعي أفراد المجتمع مراحل عمر المختلفة وفقات العمر المختلفة لأمراض الصحة النفسية إنه نحن أول ما تحسوا بالأعراض يلجأوا لطلب المساعدة وهذا مش عب هذا شيء صح حتى نحن ما يتطور المرض ويزيد العباء على الفرد والمجتمع وعلى القطاع الصحي ممتاز إحنا الأهداف المهمة إعداد نظام للصحة النفسية مبني على المعايير والمواصفات العالمية وعلى نموذج نظام الصحة العالمية نموذج نظام الصحة العالمية بشكل مبسط هو إطار أعداته من نظام الصحة العالمية من أجل تطبيق قدمات الصحة النفسية بجودة عالية وأقل التكاليف المنظور يتكون من ست مراحل ينقسم إلى مجموعتين مجموعة الأولى هي المجموعة الغير الرسمية التي تكون خارج نطاق النظام الصحي تبدأ بالسلف كير العناية الذاتية وهذا يحدث لما كل أشخاص عندهم وعي ذاتي لصحتهم النفسية قدرتهم على التأقلم قدرتهم على تعزيزهم لصحتهم النفسية مرحلة الثانية اللي هي informal community care اللي هي الرعاية المجتمعية يتيجي من الأهل من الأصدقاء المعارف عشان هيك كتير مهم كل أفراد المجتمع يكون عندهم وعي بالصحة النفسية وأمراض الصحة النفسية وعلاماتها المجموعة الثانية بنقولها formal health system اللي هي بتيجي خلال منظومة النظام الصحي الخطوة الأولى فيها والأقل تكلفة تقديم خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحة الأولية وهذا الهدف منه تقليل العبء على الأفراد على المجتمع على القطاع الصحي على الحكومة وكذلك تسهيل الوصول لجميع فئات المجتمع لما يكون عندنا خدمات متوزعة بعدة مراكز صحية بمناطق جغرافية مختلفة سيسهل الوصول من فئات المجتمع المختلفة لأها الخدمات المرحلة اللي بعدها واللي هي تكلفتها أعلى شوية تقديم خدمات الصحة النفسية في المستشفيات العامة المرحلة الخامسة تقديم خدمات الصحة النفسية في المجتمع لكن من مقدمي الخدمات الصحية النفسية اللي هي بنقولها تقديم الخدمات للأشخاص اللي بيحتاجوها بأماكن تواجدهم دون لجوهم إلى أماكن تقديم الخدمة مرحلة الأخيرة واللي هي تشكل رأس الهرم والشكل العبء على القطاع الصحي بسبب تكلفتها العالية اللي هي تقديم خدمات الصحة النفسية في أماكن الإقامة الطويلة وتخصصات الطب وأماكن طب النفسي المتخصص نحن إن شاء الله خلال 5 سنوات القادمة تركزنا بالاستراتيجية رح يكون على المرحلة الأولى في القطاع الصحي وهي اندماج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ممتاز وأتوقع أن مثل ما أنت ذكرتي أستاذ فارح أنه في وصمة تكون مرتبطة بالمرضى النفسي إلى الآن موجود في المجتمع فلما قدم الخدمة في مركز الرعاية الصحية بدأ ما أقول للواحد بس روح للمستشفى والناس تتخوف تقول لا لا بدهش كل حد يعرف أنه يحق مرض نفسي بس ما حطه في مركز الرعاية الصحية فأنا أقول له إنه مرض عادي حالة حال طب الأسرة أمر طب الأسرة والأطفال والنساء وموجود في كل مكان وتروح تاخذ لك موعد وتشوف الطبيب فهذا ممكن تسعب في تخفيف الوصمة الموجودة حاليا هل وصمة التي ذكرتها هل فعلا تحد من الناس التي تطلب العلاج لمرض النفسي وبالتالي يضاعف عنها مرض النفسي هل هو فعلا صحيح طبعا خلال إعداد الاستراتيجية عملنا مقابلات مع العديد من الأطراف المعنية وكان منهم العائلات وأفراد المجتمع كثير من الناس قالوا إنه إحنا حسينا يعني بتعرفي أكتر مرض نفسي شاعه والاكتئاب صحيح حسينا بأعراض الاكتئاب جينا على المستشفى أخذنا علاج بس ترددنا إننا نكمل العلاج لأنه ما بدنا نيجي على قسم الصحة النفسية حتى الناس ما تعرف إنه إحنا بنتعالج هناك حتى ما يكون إنا ريكورد حتى في ناس تردد تروح لبرايفت سكتر والبرايفت سكتر ما يقول لهم بركورد إنه هن عم بتعالجوا نفسيا نحن من نظمة الصحة العالمية عرفت الصحة بإنه هي الاكتمال العقلي والبدني والاجتماعي وليس غياب المرض لذلك الصحة النفسية الجزء مهم جدا 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 في القطاع الصحي وفي المجتمع ولازم إنواعي الناس إنه هي ليست مرض إنه ناس تستحي منه أو تخاف منه هو مثل أو مثل أي مرض إنه علاج وعلاج جدا قوي ببداياته ولذلك نرجو منهم إنهم يتقدموا إلى طلب الخدمة في أول ما يحسوا بالأعراض ممتاز أستاذة فرح شو الجهات أو شركاءكم في تنفيذ مثل هذه المبادرة الكبيرة في الصحة النفسية هيئة صحة الحمد لله خلال أعداد الاستراتيجية عملت مع جميع الشركاء والمعنيين على المستوى الوطني والمحلي على سنبيل المثال إن شاء الله ما إنساحد فيهم وزارة الصحة ووقات المجتمع هيئة تنمية المجتمع مدينة دبي الطبية شرطة دبي بلدية دبي هيئة تنمية المعرفة مقدمين الخدمة في القطاع الخاص شركات التأمين بعض العائلات الأفراد العمال يعني كثير من حوالنا نغاطي شريحة كبيرة من الخبراء والأخصائيين وفئات المجتمع ممتاز بخصوص الأمراض النفسية من ضمن استراتيجية الصحة النفسية اللي بتم تطبيقها هل بيكون في مثلا حملات لنشر الوعي عن مثلا شو الأمراض النفسية أو شو أعراض الأمراض النفسية أو كيف واحد ممكن يعرف أنه مريض نفسي ولازم يصير الطبيب نفسي ويشوف العلاج هل رح يكون فيه من نوع من النوع المبادرات هلأ الاسراتيجية بشكل عام تكون من أربع محاور وتسعة مبادرات موزعة على هايدي المحاور المحاور المحور الأول اللي هي الحوكمة والتنظيم وينضم تحتها تشريعات الصحة النفسية وحوكمة الصحة النفسية المحور الثاني اللي بيصب بي سؤال حضرتك اللي هو الوقاية والتوعية والتدخل المبكر تحدث تلات مبادرات مهمة اللي هي الترويج والتوعية الوقاية من الأمراض النفسية والتدخل المبكر المحور الرابع اللي هو تقديم الخدمات رح يركز فيه إن شاء الله على تقديم خدمات صحية نفسية مبتكرة على تنمية القوى العاملة وتوظيفها وتطويرها وأخيراً مرافق الصحة النفسية والبنية التحتية والمحور الأخير اللي هو التعافي وتكامل المجتمعي ويندرج تحته برامج تمكين المريض الاستراتيجية هدفها بشكل عام في أي مبادرة إن شاء الله حنقوم بتنفيذها إنه نحن نركز على الوقاية والتوعية والتدخل المبكر أثناء أعداد الاستراتيجية طلعنا على الأنظمة عالية الأداء في مجال الصحة النفسية شفنا كتير مبادرات كانت افكتف يمكن الكوز ساعها في بداية تطبيقها كان مرتفعة شوية لكن لاتر اون خفضت كتير من العبء المالي على القطاع الصحي إذا بتحبوا أعطيكم أمسي تفضلي أكيد مثلا في عدة بلدان طبقوا نظام تطوير السلوكي والاجتماعي للأطفال اللي هو من خلال قيام بزيارات أسبوعية لمدة سنتين للأطفال من أول ما ينولدوا حتى علموا والدوهم على التعلم طرق المهارات السلوكي الاجتماعي والنفسي للتعلم مع الأطفال بعد عشرين سنة من متابعة هدول الأطفال لاقوا أداءهم بشكل عام أفضل خمسة عشرين بالمية من الكونترولي جروب اللي ما صار في تدخل اللي ما صار في تدخل لاقوا أنهم أقل تعاطي للمخدرات والعقاقير أقل تدخل في الجرائم مثال آخر مثلا بكندا كندا عملت فون كولز مكالمات مكالمات لمساعدة الأهالي تعليمهم كيف يتصرفوا مع أبنائهم الأطفال والمراهقين يعني هيدا بيخفف العبئ على الأفراد والقطاع الصحي في وقت الانتظار بالعيادات والانتقال من منطقة لمنطقة وكندا أخذت عليه براعات اختراعات الابتكار السريري يعني المكالمات هذي كانت تعطي نصائح من تستمع لمشكلة الأم مثلا أو الأب ويعطوهم نصائح بناء على هذا كيف يتعاملوا مع أطفالهم كيف يتعاملوا مع المراهقين عندهم يعني الشخص الضبضين تظل ياخد موعد في أي عيادة عالميا رح ياخد وقت بس هيدا يرفع التليفون يحكي مع الأخصائي الاجتماعية والأخصائي النفسي أنا عندي مثلا ابني تصرف بهذه الطريقة بنتي تصرف بهذه الطريقة عندي ابن عنده هاي الأعراض شو أتصرف شو أحمل فكانوا يعطوهم على التليفون كيف يتصرفوا ويرجعوا يتابعوا معهم ممتاز يعني هاي مبادرات ممكن كلفتها ما تكون كبيرة جدا لنحطنا كور سنتر لأنه ما في وصف عقاقير هو دائما الخوف في المرضى النفسي عند الناس ارتبط أنه لو أنا بسير طبيب نفسي بيوصف لي عقاقير أو أدوية خليه مثلا نايم طول اليوم أو مبداري بالدنيا فالناس ارتبط عندها دائما هل المرضى النفسي بتدوه لكن المبادرات اللي سوها فلا تثبت أنه من غير عقاقير هو بس كان مجرد نصائح الكلام نفسه هو ساعد خاصة في الدراسة الأولى اللي هو لما تابعوا الأطفال مدة عشرين سنة المخرجات كانت رائعة وهذا هو الهدف طبعا معنا اللحظة هو يعني عمر سنتين يعني كان لنا عمر سنتين تابعوا الأطفال عمر كان جدا صغير وكيف تفعل أعمال أهل مع النصائح أثر على حياتهم لن عقب عشرين سنة صحيح فقل المخدرات وصاروا أكثر فاعلين في المجتمع طبعا هذا شي جميل مثال تاني من نيوزيلندا يعني الفكرة حتى باستراتيجيتنا نحن الحمد لله حولنا أنه نقدم خدمات وبرامج لكل مراحل العمر لكل فئات المجتمع حسب حاجتهم صحيح يعني الأطفال غير عن المراهقين غير عن البالغين غير عن كبار السن فمثلا بنيوزيلندا عملوا برنامج اللي هو تقديم خدمات أو توعية للمراهقين اللي بعانوا من حالات الاكتئاب أو بشعروا بدايات لحالات الاكتئاب عن طريق ألعاب إلكترونية كانوا تقريبا 94 مراهق ممتاز بالمقابل في فئة تانية قدموا لهم الخدمات من خلال الزيارة لأخصائين الطب النفسي والعلاج النفسي بعد فترة لقوا نسبة التعافي بالأشخاص اللي قدموا لهم الخدمات عن طريق الألعاب الإلكترونية ونموا مهاراتهم عن طريق الألعاب الإلكترونية كانت 44% مقابل 28% من الأشخاص اللي كانوا يتواجدوا بأماكن تقديم الخدمة النفسية يعني نحن مفروض خدماتنا تكون بمبتكرة بحيث تغطي احتياجات الفئات المختلفة بالمجتمع بالضبط خصوصا فترة المراهق هي الفترة الصعبة طبعا ممكن حتى المراهق ما يتقبل أصلا لما حدي ينصحها ويقولها لكن عن طريق الألعاب الإلكترونية ما بيشعي نصيحة طبية كثر ما بيشعر بالتغيير في نفسيته بشكل عام أستاذة فرح وين وصلتوا في تطبيقها الاستراتيجية الاستراتيجية حين من 2017 إلى 2021 وين نحن واصلين في هذه المرحلة من الاستراتيجية يعني الحمد لله رب العالمين كان عندنا كويك وينزو بروجيكت مثلا على مستوى المحور الأول عملنا مع وزارة الصحة وقاية المجتمع على إعداد سياسة الصحة النفسية وقانون الصحة النفسية سياسة الصحة النفسية أعلنت بالصيف إن شاء الله القانون سيتم إعلانه قريب من قبل وزارة الصحة وتنمية المجتمع ممتاز على المحور الثاني عم نشغل حاليا نحن وفريق من هيئة الصحة فريق الصحة العامة على إعداد برنامج متكامل لمدة ثلت سنين يتغطى في جميع مراحل عمر جميع فئات المجتمع من أجل تعزيز الصحة النفسية يعني نحن بدنا برنامج مخطط إليه متكامل ما بدنا نشتغل من أجل زيادة سهولة الوصول للخدمات الصحية إن شاء الله رح نبدأ غدا بالعمل مع إدارة التمويل الصحي من أجل إدخال خدمات الصحة النفسية في منظومة التأمين الصحي على مستوى تقديم الخدمات الحمد لله رب العالمين طبقنا نموذج من نظمة الصحة العالمية اللي هو إدماج خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية بدأ فريق من قسم الصحة النفسية مستشفى راشد مع فريق من قطاع الرعاية الصحية الأولية بتطبيق النموذج طبق النموذج حاليا بمركزين صحيين كبايلوت وإن شاء الله حيتعمى مع جميع المراكز الصحية بدأت هيئات الصحة بتطبيق التليميديسن اللي هو التطبيب عن بعض الحالات الصحة النفسية برضو تنكريز حتى زيادة سهولة الوصول لخدمات الصحة النفسية ممتاز هذه تقريبا أهم الكويكوينز بروجيكت اللي بدأنا نشتغل عليها بالمرحلة هذه وإن شاء الله حنكمل بتطبيق جميع المبادرات الاستراتيجية إن شاء الله وإحنا إن شاء الله نكون معكم خطوة بخطوة نغطي تطبيقكم للاستراتيجية الجميلة استراتيجية الصحة النفسية أنا شكرا لك أستاذة فرح عقل أخصائي التخطيط الاستراتيجي فهي تصحبت بي لوجودت معنا اليوم في عندك كلمة أخيرة حابت تقولينها بالحقيقة أن الاستراتيجية تخدم أهداف وطموحات هيئة الصحة في دبي استراتيجية الصحة النفسية هي البرنامج رقم 6 من 15 برنامج باستراتيجية هيئة الصحة في دبي هيئة الصحة قامت بعمل إنساني قبل أن يكون عمل مهني وإن شاء الله نجني ثماره بالدنيا من خلال تحسين الصحة النفسية للمجتمع وبالآخر إن شاء الله يكون بميزان حسناتنا جميعا بإذن الله إن شاء الله في عندنا هنا مستمعة عن طريق الإنستجران تقول يا ريد الصحة النفسية تبتدي من سن 6 سنوات أول دخول المدرسة أن يكون فيه مثل خدمات الصحة النفسية شو رأيتش أستاذة فرح نحن حركز على الصحة النفسية في المدارس شكراً كتير للأخت على سؤالها وبنحب نقولها نحن تدخلنا بمبادرات الصحة النفسية حيكون من الأم من وقت حملها وليس من عمر 6 سنين لأنه هذه هي المرحلة المهمة صحيح إننا نبدأ فيها مع الأم الأم إذا كانت بصحة وعافية نفسية وعقلية أولادها إن شاء الله حيكونوا بصحة نفسية وعقلية جيدة ممتاز شكراً لك أستاذة فرح وجودت معنا اليوم وإن شاء الله نتقيك في حلقات قادمة وتعطينا المبادرات اللي بتطبق أو كل جديد في مجال الصحة النفسية شكراً لك نهارك سعيد شكراً لكم شكراً شكراً احنا وصلنا لخدام برمجنا شكراً لك والقواصمة على وجودك معنا في الأخراج وأم خليفة في التنسيق يعطيك ألف عافية وهذه كانت محدثتكم دكتورة ند الملة إلى أن ألقاكم في الغد إن شاء الله أقول لكم دمتم بصحة وسعادة